رسائل مهمة تبعثها الدولة للجميع ومضمونها لا تفكروا في الاعتراض على الحاكم المتأله مضمونها تجنبوا الدعوة للإصلاح تجنبوا الدعوة لرفع المظالم لأن الحاكم هو المصلح الوحيد لأن الحاكم له رؤية خاصة ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إما أن تكون مع الحاكم المستبد وإلا فأنت ضده وتستحق العقوبة هذه الرسالة التي يريدونها من خلال الاعتقالات والتعذيبات وتسريبات الأنباء هذه كل حاكم ظالم يفسد على كثير من الناس دنياهم إما بالتعذيب وإما بالسجن وإما بالطرد وإما بالمنع من السفر وإما بالقتل فهم سيفسدون عليه آخرته بل حتى دنيا سوف يفسدون لأن الظلم عاقبته وخيمة فهذا التسريب ربما تمهيد لهذا الأمر وأيضا شفعه ووافقه ولاحقه سيل من التبريرات والتهديدات عبر ميليشيات التواصل في تويتر وسنابشات والويتساب وذلك لتحقيق عدة أغراض منها إرهاب وإرعاب المشايخ الباقين وكذلك بقية الشعب وعموم الشعب وحصرهم في زاوية نفسية ضيقة من الهلع والرعب يعني نموء عادة لنموذج استالين ونموذج القذافي أيضا محاولة إقناع الناس بأن هؤلاء المشايخ الفضلاء المعتدلين الوسطيين هم من المفسدين في الأرض وأن من يسلك مسالكهم فمسالك الصلاح والإصلاح فسيكون هذا جزاءه اشتركوا في القناة